موسيقى الجائزة في هذا العام استفادت من الرواج الكبير لسنوات السابقة والنجاحات المتراكمة التي حققتها في النسخة السابقة من الجائزة فشهدنا في هذا العام مشاركة كبيرة من مختلف الدول العربية أضيفنا العديد من القطاعات للجائزة فئات جديدة على مستوى التمييز البحثي والعلمي وأيضا على مستوى فئات تجاه الأعمال والوسطة الفيزيين العرب فواكبت هذه النسخة من الجائزة المزيد مجموعة من التطورات الإيجابية إنعكست عام سوى المشاركة الكبيرة من المملكة العربية السعودية من دولة قطر من الكويت وسطة العمال من المملكة المغربية تلاحهم عربي كبير في هذه النسخة وهذا ما يزعدنا وهذا هو الهدف الأسماع الجائزة يعني عكس النجاحات والتمييز العربي على المستويات الثقافية والفكرية والعلمية وأيضا المهنية يعني فهذه هي أهدف الجائزة إذن تتويج الجزيرة كانت ضمن فئة الإعلام والنشر كجائزة أفضل العرب وحدث متميز بالنظر إلى أهمية هذه الجائزة التي بدأت تأخذ مع مرور السنوات وهي جائزة حديثة مكانتها في المشهد الإعلامي العربي بالإضافة إلى الجزيرة كان هناك تتويج أيضا لوكالة المغرب العربي الأنباء التي تحتفل بالذكرى الستين ووكالة بيت مال القدس الشريف وهي مؤسسات العبداء الكبير جدا في حماية القدس والأقصى الشريف أشير إلى نقطة أساسية وإن هذه الجائزة ترسخ لثقافة الشكر ومكافأة الكفاءات والجهد والعمل المتميز الذي يقوم به سواء الأفراد أو أيضا المؤسسات كيفما كانت نوعها سواء في المجال الإعلامي أو الاقتصادي رأينا تتويج واسع من منطقة المغرب العربي ابتداء من موريطانيا فمرورا بالشغل الأوسط وأيضا الخليج وهذا عمل جبار وأشكور اللجنة التنظيمية التي قامت بهذا العمل بسم الله الرحمن الرحيم عبداللطيف عبدالله الراجحي رئيس مجلس إدارة طعام السعودية نتشرف اليوم ناخذ المركز الأول في جائزة جلوبل العالمية كأفضل جمعية في الوطن العربي تشرف الشكر الخادم الحرامي الشريفين وولي عهده لما يولونه من إنجاز في العمل الخيري وأشكر صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير منطقة الشرقية وأشكر صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نايف منطقة الشرقية على ما يولونه من دعم لهذه الجمعية وأشكر مجلس الإدارة وأشكر العاملين في جمعية طعام والله يوفقكم وشكرا الجائزة التي حصلت عليها هذه الليلة هي جائزة تميز البحثي والأكاديمي وأنا الحقيقة ممتن للجنة المنظمة للجائزة على اختياري للحصول على هذه الجائزة للعام 2019 أجير الجائزة هذه للجامعة العربية المفتوحة ذات الأهداف الراقية والسامية الأهداف والرسالة الفريدة في نوعها التي تخدم شريحة من المجتمعات العربية لم تخدمهم الجامعات الأخرى فهذه الجائزة التي حصلت عليها إنما هي جائزة للجامعة العربية المفتوحة أشكر مرة أخرى المنظمين للجائزة على هذا التقدير وعلى هذه الجائزة وشكرا قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونه في العشين يوتيوب وبرتجه الفيديو ديروجام وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي